بالعودة إلى آخر مستجدات فيروس كورونا على المستوى الوطني أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة مستوردة بفيروس كورونا لمواطن تونسي عن عمر 65 سنة قادم من إيطاديا وذلك بعد صدور نتائج تحليل المخبري مساء اليوم وقد تم إيواءه بوحدة العزل بقسم استشفاء جامعي وكانت لجنة الدورية لمتابعة انتشار الفيروس عقدت عشية اليوم اجتماعا للبحث في تطبيق المزيد من التدابير الوقائي بإشراف وزير الصحة وحضور مختلف المتدخلين في القطاع الصحي بحثت اللجنة الدورية لمتابعة انتشار الكورونا خلال اجتماعا عشية اليوم مستويات تطبيق المزيد من التدابير الوقائي في تونس على ظهر تطور الوضع الوبائي للفيروس على المستوى العالمي بلادنا اللي حد لها إن شاء الله لباس لكن الشيء اللي قاعد يتعظم في إيطاليا ثم في فرنسا يخلينا يلزمنا نتخيله لقدر الله أسوأ السيناريوات إمكاناتنا في تسكير كل شيء لا طائر يطير ولا سير يسير لا بط ولا طيارة ولا وفد صعيبة الامباكت تمتهي على الوضع العام فلذلك يعني يلزمنا نكونوا متهيئين والمرحلة الثالثة هذه اللي ما يحب حتى واحد ما أنا يوصل لها يلزمنا نتهيئولها على جدول الأعمال متابعة شهزية القطاعات ومستويات تأهيل الإطارات التبية وشبه التبية والعمل فيما سعى لاستفادتهم من دورات تدريبية لاحقة تضمن حسن وقايتهم واستعدادهم للتعاطي مع عدد مصابين أكبر محتمل وضمان سلامة مناخ العمل للكل يوم أحنا عدة مسافرين يجيون من المناطق اللي شهدوا أحالة وبائية والمناطق هذه العدد متاحة قاعدة كاثر أحنا كيف كيف قاعدين مواسطين في الخطة وفي عملية تقصي لجميع المسافرين القادمين من المناطق الموبوعة إلى حد الآن عنا أكثر من ألفين شخص تم وضحهم في الحجر الصحي فهمش كوني لي مزالوا يتابعوا في الحجر الصحي قرابة فوق الألف وثلاثمائة شخص والبقية كاملوا فترة المراقبة وهما حاليا معناتها ما عاد يخضعوا للحجر الصحي اجتماع اليوم حضرهم معظم الفعلين في القطاع الصحي على غرار نقابة المساحات الخاصة رئيس أبو باكر سخامة قال إن العمل مستمر لتأكيد الجاهزية لكل السيناريوات المحتملة وضاف أن توعية الإطارات الطبية وشبه الطبية مستمرة لذمن حمايتها من البداية المحنة هذه القاعدة سايرة ولينا من بطبيعة قاعدين نخذين حذرنا معنا ديما نعمل المريض وقت يدخل للمساحة خاصة في القسم الاستعجالي تم استجوا بيوقع من ينجا وين مشاء وين كذا على الأقل يخلينا نتوقع هذا إذن خاصة المرضى الأجانب نحسبه لحنا الموسم هو موسم هذا ولا بد أن نستبيان نستعمله وأن نقوم بالواجب وعننا التحليل التي هي بطبيعة التي هي آنية وهو مثلا ماشي الفيروس كورونا بركنا عنا المرضى اللي يجونا خاصة من البلدان هذه ساعة يجونا بجراثيمة اللي هي صيبة برشة اللي هي ملتوريزيستونت على المنظاتات الحيوية المريض قبل ما يطلع ياخو الغرفة متاعه يتعدى بيقاع خاصة بالاستقبال ونأخذ تحليل كاملة قبل ما يطلع وجينا تحليل خطر باش منكون عنا فكرة على كل ما الجراثيمة اللي هي جابها باش منكون الاستعداد تكون هي مسبقة نقعدوش معناها توصل الإصابة في الأقسام وتتفشى معناها في الأقسام وتتلق وزارة الصحة غدا تطبيقة تستهدف المسافرين القادمين من المناطق المصنفة مبوءة تقدم لهم جميع الإرشادات اللازمة وذلك في تواصل مع المجهودات المبذولة ضمن الخطة الوطنية للتصدي للفيروس